تكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أقام صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس مأدوبة عشاء كبرى مساء اليوم في القصر الوطني ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في مقدمة مستقبل جلالته جلالة ملك ماليزيا ودولة رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق وقد تفضل صاحب الجلالة حفظه الله بتسجيل كلمة في سجل كبار الزوار في ميل نفسها إنه لا شرف كبير وسعادة غامر لنا أن نزور ماليزيا الشقيقة ونلتقي مع أخينا صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا ونشيد بمساهمات جلالته في تطوير ماليزيا وتحقيق أمنها واستقرارها ويسعدنا أن نعرب عن أعجابنا بالإنجازات والتقدم في ماليزيا والحرص على التوفيق بين الأصالة الدينية والتراثية وبين تطورها الحديث بما يحقق الوئامة بين مكونات الشعب الماليزي وفقكم الله وأدام الإزدهار والرقي لماليزيا وشعبها العزيزة عقب ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى اجتماعا مع صاحب الجلالة ملك ماليزيا تم خلاله استعراض العلاقات الوثيقة الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين بعد ذلك تم تبادل الهدايا بين حضرة صاحب الجلالة وصاحب الجلالة السلطان محمد الخامس بعد ذلك توجه جلالة الملك المفدى وصاحب الجلالة ملك ماليزيا إلى قاعة الولائم الملكية بالقصر الوطني حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الملكي البحريني والوطني الماليزي ثم تمت قراءة دعاء الحمد والشكر أمام جلالة الملك المفدى وجلالة ملك ماليزيا بأن يحفظ البلدين الشقيقين ويديم عليهم الأمن والأمان ويحفظ شعبيهما ويحفظ جلالة الملك المفدى ومملكة البحرين بعد ذلك قدم عدد من أبناء الشعب الماليزي عرضا للفكلور التراثي والثقافي في مملكة ماليزيا بعد ذلك ألقى صاحب الجلالة سلطان محمد الخامس كلمة هذا نصها صاحب الجلالة هناك مجالة كثيرة لتعزيز التعاون التجاري ولهذا السبب أود أن أدعو القطاع الخاص في بلدينا إلى فتح أفاق التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار علاقتنا لا تقتصر على التجارة فقط فهي تمتد إلى جميع المجالات وخصوصا التعاون في مجال الدفاع دعوني أعبر مرة أخرى عن سعادتي في استقبال صاحب الجلالة وأدعو له بالصحة والعافية ولشعب البحرين الأمن والسلام والتقدم والازدهار ثم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بإلقاء كلمة سامية هذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا المعظم أصحاب السمو الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا في البداية أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لدعوة جلالتكم الكريمة لنا لزيارة ماليزيا شقيقة التي أسعدتنا زيارتها ووجدنا فيها كل ما يؤكد على ما نعرفه من عراقة تاريخها الإنساني وعمق نهضتها الحديثة وما يبشر باستمرار تقدمها ورخائها بفضل قيادتكم من بعد الله وتكاتف إخواننا أصحاب الجلالة الأجلال لتكون مملكتكم الشامخة نموذجا متكاملا للتنمية الشاملة بمختلف أبعادها صاحب الجلالة تعتز مملكة البحرين بتوجهات ماليزيا الثابتة والمتزنة في الانفتاح على العالم وتبنيها لقيم الوساطية والاعتدال وتمسكها بمبادئ التعيش والتسامح ورعايتها للتعددية الثقافية والدينية وهذا نهج متأصل تتبناه سياسات بلادنا على الدوام لحفظ مكتسباتها وصد كل ما يهدد نماءها واستقرارها وفي هذا السياق نقدر لماليزيا أشد التقدير مشاركتها الفاعلة والمؤثرة في قوات التحالف الإسلامي والدفاع المشترك لمواجهة وصد قوى التطرف والإرهاب ورساء أسس السلام لمستقبل مشرق وواعد لأمتنا الإسلامية بإذن الله تعالى وتوفيقه إن مملكة البحرين بحكم علاقاتها الوثيقة مع بلدكم الشقيق وما تحقق عبر تاريخ تواصلنا من تعاون مثمر في المجالات التجارية والاستثمارية لا تؤكد على استعدادها الدائم بإتاحة كافة إمكاناتها للوقوف مع ماليزيا وفتح أفاق عمل جديدة تعود على بلدين بالنماء والازدهار متطلعين في هذا الشأن إلى سرعة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سنعتمدها غدا إن شاء الله في المجال الدفاعي ومجالات الخدمات الجوية ومجالات النفط والغاز بالإضافة إلى التعاون بين ورفتي التجارة والصنعة وذلك لتعزيز مسارات التعاون بين بلدين الشقيقين وختاما يصرنا أن نتوجه لكم بخالص التهاني على الذكرى الأولى لاعتلائكم للعرش التي احتفلت بها ماليزيا قبل أيام قليلة شاكرين لجلالتكم ما شهدناه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة منذ وصولنا لماليزيا الشقيقة منتهزين هذه الفرصة الطيبة بتوجيه دعوتنا لجلالتكم ولجميع من يحضن هذه الأمسية الكريمة لزيارة مملكة البحرين التي تعتز بعلاقاتها الأخوية الوثيقة مع بلدكم داعنا الله تعالى أن يوفقكم في خدمة وطنكم ودوام تقدمه إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته